ورجعنا لحضراتكم مرة تانية على الهواء مباشرة ومكملين معاكم فقرات نهارك سعيد ومتنزي على طول بفقرة الصحافة ومنورنا في الستوديو الأستاذ طارق سعيد مدير تحريد جريدة الكرامة صباح الخير يا فاند صباح الخير زي حضرتك نبدأ على طول من جريدة الأهرام والإخوان تؤكد تمسكها بترشيح الشاطر وشبابها يحذرون من كارثة نقول الأخبار ونركع بعد كده ما فيش مش كارثة طيب الأخبار صفحة الأولى زلزال الشاطر استياء بين القوى السياسية ومرشح الجماعة أطلب من الله العون والخير والرضى المصر اليوم الصفحة الأولى رئيس حزب الحرية والعدالة تقديم مرشح للرئاسة ليس تراجعا في موقف الجماعة المصر اليوم الصفحة الأولى أبو الفتوح الشريعة الإسلامية ستطبق رغم أنفى الجميع المصر اليوم الصفحة الأولى الجنزوري فقدنا 80% من الاحتياطي النقدي والأخبار الصفحة الأولى اجتماع سري لحل أزمة التأسيسية المصر اليوم الصفحة الثالثة البستويسي بعد الترشح الأزهر مرجعية مصر ومن لديه مرجعيات أخرى يعلنها المصر اليوم الصفحة الثالثة مزير الإنتل بول راسخ لم يغادر مصر وأنه لاحق غالي في بريطانيا نبدأ على طول ويمكن حديث مصر من مبارح عن دفع الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة مش مهندس خارط الشاطر للرئاسة هو مش حديث مصر من مبارح وحديث مصر بقاله فترة هل سيرشح الإخوان الشاطر رئيسا أم لن يرشحه ده من فترة فيه كلام كتير على أنه الشاطر ممكن يجي رئيسا للوزراء كان فيه تمهيدات يعني؟ كان فيه تمهيد للموضوع ده في الإعلام اسم الشاطر طرح كثيرا كان حوالي جدل كتير في فكرة أنه يتولى رئاسة الوزراء ثم جاءت أنا لا أعتبرها قنبلة وأنا شخصيا كنت أتوقع هذا الكلام أنه الجماعة ستدفع بمرشح في اللحظة الأخيرة تفتكر ده الفندم راجع لإيه؟ يمكن لو ناس كتير جدا وستدى المشاهدين يمكن تبعوا تصريحات الإخوان المسلمين من بداية الصورة أنهما مش هيدفع بمرشحة وبدليل أن دكتور عبد المنعم الفتوح لما أعلن ترشحه تم فصله من الجماعة وقال له أن أي حد هيقيده هيتم فصله فدلوقتي ليه الدفع بمرشح من الإخوان المسلمين؟ من وجهة نصر حضرتك سيبك من كل ما قالته أو قاله رموز الجماعة وقيادات الحزب أنا أعتقد أننا أمام شهوة للسلطة وإذا ناس عايزة تكوش على السلطة كلها الإخوان المسلمين لم يلتزموا بوعد أو عهد قطعوا على أنفسهم مع القوى السياسية أو مع الشعب المصري منذ بداية الصور وتعالي نخدها كده واحدة واحدة قالوا مشاركة لا مغالبة في مجلس الشعب ثم استحوزوا وكوشوا على ما يقرب من 47% من مقاعد مجلس الشعب ثم قالوا أن الدستور أو اللجنة التأسيسية للدستور سوف تكون مفتوحة للجميع ثم حصل الطيار الإسلامي على ما يقرب من 75% من تأسيسية الدستور قالوا لأنهم أول من دعموا الجنزوري يعني كانوا ضد كل من وقف ضد ترشيح الجنزوري ودعموه ثم ضغطوا لتغيير الحكومة وكانوا عايزين يجيبوا رئيس حكومة من عندهم رئيس مجلس الشورى من عندهم رئيس مجلس الشعب من عندهم الدستور من عندهم الدستور من عندهم ثم نحن إذاء شهوة وإذاء مشكلة شخصية أنا عايز أقولك أنه حاجة مصيبة كبرى لما تُعقد مقارنات بين أحمد عز مهندس أحمد عز مهندس عمليات الحزب الوطني والمهندس خيرة الشاطر اللي هو رجل الجماعة القوي ورجل التنظيم القوي عايز أقولك هو لم يمارس سياسة منذ فترة طويلة هو يمارس العمل التنظيمي داخل الجماعة أنا أمارس العمل اللي عام منذ ما يقرب من 20 عام ما شفتوش مرة في مظاهرة لم يقبض عليه في قضية وطنية كل المرات التي قبض على خيرة الشاطر فيها كانت قضايا تخص التنظيم وكانت تخص جماعة المسلمين الإخوان المسلمين خيرة الشاطر لم يظهر في المشهد الوطني العام في مصر تقريبا ولا مر وإن كان عندهم أي كلام تاني يقولوا نحن إذا جماعة شهوة السلطة استحوزت عليها مستعدين أن يقدموا أي سمن والكلام عن أنه فيه هناك صفقة ما بين العسكري والإخوان المسلمين لتمرير خيرة الشاطر له عليه دلائل كثيرة الآن في أكثر من مصدر تكلم في أكثر من جورنان وفي أكثر من قناة أن هناك اجتماع تم بين عنان وخيرة الشاطر قبل إعلان ترشعه وكلام آخر أن أمريكا ليس لديها منع من ترشح خيرة الشاطر لما شبابها شباب الإخوان يحذرون من كارسة يحذرون من كارسة ليس على مصر فقط على الجماعة الجماعة مقبلة على أنشقاك كبير أنا عايز أقولك في التصويت الأول داخل حزب الحرية والعدالة كان التصويت بنسبة كبيرة ضد ترشح خيرة الشاطر في الاجتماع بتاع حزب الحرية والعدالة اللي كان من فاطر من حوالي أسبوع أو أكثر شوية كان سبعة وخمسين لتلاتاشر سبعة وخمسين رافضين لتلاتاشر موافقين ما يحدث هو خطأ كبير من جماعة الإخوان المسلمين وأنا أسميه مهزلة كبرى تعالي دلوقتي التأسسية معهم مجلس الشعب معهم يسعون لإسقاط الحكومة وعمل حكومة حكومة جديدة يترقصونها كل عادة طيب تعالي نتكلم دلوقتي نحن بصدد وضع دستور جديد إذا ترشح الشاطر ممكن يبقى النظام رئاسي وإذا خسر الشاطر ممكن يبقى الدستور برلماني دي أنا بسميها مهزلة كبرى لا توجد مرحلة انتقالية الخريطة انتهت جماعة الإخوان المسلمين تريد أن تسيطر على كل شيء خيرت الشاطر نفسه منذ أيام قليلة أو شهور قليلة قال في مؤتمر لأخوات الجماعة ذكر مبررات كثيرة لعدم ترشح أحد من جماعة الإخوان المسلمين ده جزء الجزء التاني احنا بنتكلم فيه رئاسة دلوقتي هناك مرشح لجماعة الإخوان المسلمين وهي أكبر جماعة سياسية مرشح ذو خلفية إسلامية سينتقص كثيرا من حظوظ عبد المنعم بالفتوح ومن حظوظ حازم صراحة بإسماعيل لكني يعني على يقين أنه سيكون مرشح عادي ليس معنى أن الجماعة رشحته أنه هو هيبقى الرئيس القادم ده كلام فيه شك كبير خيرت الشاطر مرشح خزوظه متساوية مع عبد المنعم بالفتوح حمدين صباحي حزب صلاح بإسماعيل عمر موسى هو انضم إلى قفلة المرشحين الكبار يعني الكلام ما يقال أنه مجرد الجماعة تجيب مرشح ينجح ده كلام انتهى أعتقد في مصر خلينا نروح لجريت الأخبار وصفحة الأولى زلزال الشاطر استياء بين القوى السياسية ومرشح الجماعة أطلب من الله العون والخير والرضا طبعا من حق الجماعة بص بداية من حق حزب الحرية والعدالة ومن قانون من حق حزب الحرية والعدالة ومن حق جماعة الإخوان المسلمين أن تقدم مرشحا الكلام من حق القوى السياسية أن تستاء لأننا كما قلت من قبل هناك زلزال فعلا وهناك جدل سياسي عميق طرحه ترشح الشاطر من حق القوى من حقها أن هي تستاء لأنه لم يكن هذا ما قالته جماعة الإخوان المسلمين بعد الثورة عن فكرة المشاركة ونحن لن نقدم يعني قالوا كلام قاطع وواضح في أن نحن لن نقدم مرشحا على منصب رئيس الجمهورية ثم نقضوا عهدهم هو قالوا كلام ده هذا عهدنا أمام الله وأمام الشعب المصري لا يتحدث عن القوى السياسية وما نقدوا عهدهم كما قيل أمام الله وأمام الشعب المصري من وجهة نظر حريك يا فندم تفتكر الشعب المصري على دراية بكل ده يعني الناس اللي في الشارع الناس العادية مش النغبة ولا السياسيين ولا الأحزاب مثل الشارع المصري حاسس باللي بيحصل آه حاسس جدا يعني أنا أدير يعني حوارات كتير ببقى حريص على أن أنا أدير حوارات كتير مع ناس عادية لأ الناس حاسة باللي بيحصل آه فهمها جدا آه ناس عادية كتير مش قبل فكرة ترشح الشاطر بتكلموا هم كمان على أن الأخوان المسلمين عايزين ياخدوا كل حاجة كل حاجة في البلد يرفضون رئيس يمر بصفق هناك كلام على أنه في لقائه مع جون مكين آه وأقصد خيرة الشاطر في لقائه مع جون مكين جون مكين قال له لا أمريكا لا تمانع في أن يترشح أحد من الإخوان المسلمين على على منصب الرئاسة على منصب الرئاسة وكلام مع العسكري أنا أنا أحمل أحمل آه ما حدث في الفترة الانتقالية وما سوف يحدث للمجلس العسكري هو المسؤول الأول عن اللخبطة اللي حصلت في الفترة الانتقالية ده إذا كان هناك فترة انتقالية لم يعطى هناك خريطة لفترة انتقالية في مصر المسألة بقت سمك لبن آه طمر هندي وجماعة الإخوان المسلمين بتتعامل اللي عايز يطول حاجة اللي يقدر على حاجة ياخدها كنا زمان يمكن حذرنا من تحول مكتب الإرشاد لآه مكتب لجنة السياسات أسوأ أسوأ انت مكتب لجنة السياسات كان فيه أخد ورد وكان فيه جدل هنا جماعة الإخوان المسلمين معروف أنها تتعامل بمبدأ السامع والطاعة سامع والطاعة وكل من يخرج عن مبدأ السامع والطاعة يخرج من جماعة الإخوان المسلمين وانا عايز أقول لك طب كده لو رئيس مصر هيكون من جماعة الإخوان المسلمين وفيه المرشد العام الوضع هيكون عامل زي مرجعيته هو المرشد العام طبعا لن تكون مرجعيته الدستور ولا الشعب المصري ولا من انتخبه سوف تكون مرجعيته مكتب الإرشاد والمرشد العام ومجلس الشورى الإخوان وده كلام واضح وصريح واللي يقول غير كده يجي يقول لنا في تاريخ هذه الجماعة ماذا حدث الحاجة الثانية اللي أنا عايز أقولها تفضل يا فندي أنه المهندس خارطس الشاطر مع كامل التقدير والاحترام له لماذا تقدم للتراشر ولماذا خيرت الشاطر تحديدا في الجماعة هناك وجوه سياسية إذا أرادت الجماعة أو حزب الحرية والعدالة أن يقدم مرشحا هل جماعة الإخوان المسلمين تقدم مكافأة لرجل التنظيم الأول في الجماعة منذ سنين طويلة رجل المال داخل الجماعة الرجل الذي يمتق هل مصر أصبحت مكافأة لشخص ده كلام لا يليق ولا يصح هلنا نروح لجالية المصر اليوم ورئيس حزب الحرية والعدالة تقديم رشح للرئاسة ليس تراجعا في موقف الجماعة ومن ده معنا إيه فاني؟ أنا معرفش هو السؤال ده يتوجه له أنا شايف أن ده تراجع شديد في موقف الجماعة بينسحبوا من كل وعدهم وأنه كل ما حدث في الفترة السابقة كان منورة سياسيا عايزة أقولك في لقاء ما بين خيرة الشاطر والسيد أحمد منصور في قناة الجزيرة سألوا سؤال مباشر سؤال مباشر قال له جريدة الواشنطن بوست تقول عنك شخص ماكر ودهية وأنك سوف تتقدم للترشح في الفضل في آخر لحظة قال له هذا غير مطروح وغير وعد يعني الواشنطن بوست كانت أريا المشت في مصر كويس وأريا جماعة الإخوان المسلمين كويس وأريا شخصية خيرة الشاطر كويس يعني ما كانتش مفاجأة فكرة أن جماعة الإخوان المسلمين تتقدم بدفع مرشح للرئاسة بالنسبة لي أنا كان فيه تمهيد يعني أنا كنت أري ما يحدث داخل جماعة الإخوان المسلمين وما يحدث داخل حزب الحرية والعدالة وشهوة السلطة التي استولت عليهم وأعماتهم واخدى مصر الآن على حافة الخطر نرور جريدة المصر اليوم وصفحة الأولى أبو الفتوح الشريعة الإسلامية ستطبق رغم أنفى الجميع أنا ليه ملاحظة على خطاب الدكتور عبد المينة عبد الفتوح مع احترامي وتقديري هو بدأ يخاطب جمهور عبد المينة عبد الفتوح بدأ بخطاب عام زي ما نقول يرضي الجميع عمل رواسع جدا كان بيتكلم بشكل عام خطابه السياسي قريب من الخطاب الوطني الجامع الشامل لكنه في الفترة الأخيرة وده طبعا تكتيك في الانتخابات سياسا آه تكتيك انتخابي أنه بدأ يخاطب جمهور الإسلاميين خصوصا السلفين منه يعني دكتور عبد المينة عم أنا أجريت معاه أكثر من حوار منذ سنوات طويلة قبل فكرة الترشح كان له خطاب عام مع تولي المرأة مناصب ومع تولي الأقباط مناصب لكن الملحوظة الرئاسية أنه في الفترة الأخيرة تقريبا يعني خلال الأسبوعين الأخرين بدأ خطابه يأخذ منح إسلامي وده طبعا في التكتيك الانتخاب أنه هو عايز أصوات الإسلاميين وأعتقد النبرة دي حتزيد مع نزول خائرة الشطر لأنه سيبقى هناك صراع شديد جدا على أصوات الإسلاميين في الفترة الجاء اللي أنا شايف أنه هم لا يزيدوا بأي حال من الأحوال عن 10% من أصوات الشعب المصري لكن فيهم ميزة أنه هم منظمين ده صحيح تماما هي ميزة وعيد في نفس الوقت خلنا نروح لجريدة المصر اليوم الجنزولي فقدنا 80% من الاحتياط النقطي وضع مصر الاقتصادي يعني أنا مش مع خطاب التخوف الاقتصادي اللي بيتقال كل فترة وإذا كان الدكتور الجنزولي مع تقدير الكامل له وقال لنا فقدنا 80% من الاحتياط النقطي لازم كان يقول 80% من هذا الاحتياط كيف فقد ومن المسؤول هو رئيس وزراء مصر الآن وليس أحد آخر وهو رجل اقتصادي رجل اقتصاد نشهور بالاقتصاد لازم كان يقول لنا إزاي فقدنا 80% من الاحتياط النقطي ومن المسؤول نحاسب منه على فقدان هذا الاحتياط النقطي يعني أنت ما تعدش تتكلم معي على أنك راجل كنت مسافر برة ولسه جاي واكتشفت أنه في احتياط نقضي خلص لا ده تمهيد لأنه احنا يعني ده الكلام ده بيقال عشان احنا طلبين قرد من البنك الدولي ولازم ناخد القرد عشان الناس تعرف تعيش وناس تعرف تأكل ده خطب تخويف وإذا كان هناك فشل فعلا اقتصاديا يتحملوا الدكتور الجنزوري وتتحملوا حكومته ويتحملوا المجلس العسكري الذي أتى بهذه الحكومة وأصر عليه سلسطر يمكن احنا وقتنا خلص بس كنت عايزة أمر محضرك سريعا أنا فاضلي لو حضرك نختار خبر اجتماع السري لحل أزمة التأسيسية أم البصويسي بعد الترشح أم مدير الانتربول لا التأسيسية طبعا لأن احنا التأسيسية احنا بنتكلم عن تأسيسية الدستور الدستور اللي كان يجب أن يتم توافق وطني عليه وطني عام عليه الدستير لتضعها الأغلبية يعني لازم يحصل توافق واللي حصل أنه استحوذ الإسلاميين على جزء كبير من التأسيسية وكل له غرض في فكرة التأسيسية وانا اعتقد لا يوجد حل الأزمة التأسيسية إلا أن تعاد يعني نرجع للمربع صفر الأول ونقول نفسر المادة ستين ما فيش حاجة اسمها في الدنيا برلمان يحط البرلمان صاحب مصلحة ولا دستوريا ولا قانونيا أننا أجيب برلمان صاحب مصلحة وداخله أهواء مختلفة وأي درجات مختلفة وأصحاب لهم مصالح مختلفة عشان يحطوا دستور هذا البلد الدستور لازم يحصل عليه توافق ويدعو خبراء عشان نتكلم عن دستور لمصر يقعد خمسين مئة سنة يعني الأغلبية يعني الأغلبية حتمشي وحيظل الدستور ما يحدث في تأسيسية الدستور زي ما بيحصل في انتخابات الرئاسة وزي ما بيحصل في مصر منذ بداية الفترة الانتقالية ما أقسميه مهزلة كبرى مدير تحريك جديدة الكرامة بشكرا حركي على وجودك معنا النهاردة وإن شاء الله لنا لقاءات تانية وخلينا نقول إن الشعب المصري حر وهيختار رئيسه بنفسه وإن شاء الله اللي جاي صعب حد يضحك على الشعب المصري الشعب المصري يضحك فيه الشيء أي حد ويعمل اللي هو عايزه خلينا نروح تلوقات الكاميرا نهارك سعيد كانت في حديقة الأرمان ومهرجان ظهور ربيع كل سنة حضراتكم طيبين بداية فصل الربيع ننتقل معكم إلى هناك ونرجع مرة تانية كامل معكم بقى فكارات نهارك سعيد